فضيلة الأستاذ حدوش يعني الإجهاد ربما تختلف مفاهيم هذا المعنى الإجهاد هذا السلوك هذا العمل الذي تقوم به المرأة من الطب إلى الشرع إلى القانون إلى الاجتماع يعني ربما هناك مفاهيم تتباين من وجهة نظر الشرع كيف يحدد لنا الإجهاد كيف ينظر الشرع الدين الإسلامي إلى الإجهاد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بداية أشكركم على الاستضافة وعلى جمع هذه الأطراف التي لا بد من حضورها لمناقشة هذا الموضوع وقد سبقت لي لقاءات مع فضيلة الدكتور الشريبي في هذا الموضوع بالذات أبتدأ الكلامي بعبارة قالها الدكتور مصطفى وأعجبتني كثيرا أجعلها منطلقا لحديثي ويقوله ليس صحيح ما أقول ولكن صادق هذا الذي نحتاجه الصدق في التناول لأي موضوع من الموضوعات هذا يبشر بالخير أن نكون صادقين من منطلقات الحديث عن موضوع ما أن يكون هناك صدق وأن يكون هناك رجوع إلى ما يؤسس عليه الحكم عقلا وواقعا والذي يؤسس عليه الحكم في موضوعنا هذا كمواضع متعددة هو العلم والدين العلم والدين الدين ما كان ولن يكون ضد المصلحة إطلاقا ما دامت المصلحة مصلحة الدين معها الدين معها الدين فعلا له محرمات حكمها معلوم من الدين بالضرورة على حد قول الفقهة لكن هذه المحرمات في حالات تصبح مباحة كل محرم خطر ببالك يصبح مباحا في حالات معينة طيب موضوعنا الإجهاض الإجهاض لا نخجل ولا نتردد في البوح بأنه محرم شرعا عند كل الفقهاء من كل المذاهب الإسلامية وهناك نصوص للفقهة نصوص مستنبطة من نصوص شرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية كقول الله تعالى مثلا على سبيل المثال ولقد كرمنا بني آدم لا يعقل أبدا أن يكون هذا التكريم من بعد الولادة إلى الوفاة لا أبدا التكريم يكون من قبل حتى قبل أن يتزوج الإنسان يكون هناك تفكير في التكريم لهذا النوع فعلى كل حال أقول باختصار الإجهاض محرم عندنا في الدين بالنصوص الشرعية لكن هل هذا التحريم مطلق؟ لا ليس مطلقا كما أن تحريم الخمر ليس مطلقا وتحريم لحم الخنزير ليس مطلقا في حالات الضرورة يمكن أن يتناول المسلم الخمر بل قد يجب عليه أن يشرب القمر في أحوال إذا كان شربه للخمر قد ينقذ حياته من الموت لقول الله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ فنحن حينما نقول بتحريم الإجهاض لا نمانع في القول بإباحته في أحوال يحددها الطبيب حينما يقول الطبيب هذه المرأة إذا تم حملها إذا استمر حملها إلى أن تلد قد تتعرض للموت مثلا أو قد تتعرض لمخاطر كذا كذا يقول الفقيه في هذه الحالة نعم أما أن تأخذ الإباحة في حالات معينة وتجعلها كقاعدة لا حرج في الإجهاض وأن المرأة مباحة في جسدها لم يبقى لها الاختيار في جسدها إذا صارت حاملا إلا في حالات الضرورة القصوى والضرورة القصوى يعرفها المتخصص سنأتي لهذه الضرورة القصوى وهذه الإباحة دكتور شريبي ما ردك على هذا الكلام أشكر في الشرع حرام هذا الإجهاض إلا في حالات معينة وهذه الضرورة أو هذه الإباحة فقط في صحة المرأة خوفا على فقدانها لحياتها ما قولكم؟ أشكر الأستاذ الفاضل على الكلام اللي قالوا لأنه فعلا كان حالات اللي هي ضروري أنا أولا كلمة إجهاض أنا كطبيب أريد أن أتكلم عن التوقف الآمن للحمل لأن كلمة إجهاض تدخلع الإنسان إنسان كإرهاب إجهاض هو توقف آمن للحمل لأن شنو هو اللي يبغي نحن ماذا نريده؟ نريد أن ننقض الأم من خطر أو من موت والخطر وهو عندما يكون حمل غير مرغوب في حالات وهي حالات متعددة حالات للإنسان هذه الإنسانة، هذه الفتاة ولا هذه السيدة المتزوجة ما عندها واحد للحمل اللي هو غادي يسبب لها في خطورة ماشي غير حياة موت ماشي خطورة موت ولكن كذلك على الصحة ديالها والصحة ولكن الصحة هناك تحديد لهذه الصحة الصحة وهي من يتمتع بالصحة حسب المنظمة العالمية للصحة هو من يتمتع بالصحة البدنية أي ما عنده أي مرض بدني سرطان أو مرض مزمين أو لا والصحة العقلية وهذا مهم جداً قد نأخذ بعيداً لأعتبار الصحة العقلية والصحة الاجتماعية إذن إذا كان هذا الحمل الصحة الاجتماعية تعني بها ماذا؟ الصحة الاجتماعية فقر مثلاً؟ فقر أو ولكن هناك ربما آية مثلاً مثلاً واحد سيدة نعم اللي ربما وقع حمل ربما وقع حمل ومن بعد غادي تولد وسوف تهمش سوف يشار لها بالأصابع هنا ربما لأنها حملت وولدت وما عندهاش وذلك الولد ولا ما عندهاش زوج ربما راها تتهمش ربما ما تلقاش عمل ربما أي واحد هذي يلقع تحرش عند هذه المرة هنا حتى لا تفوتني هذه النقطة بالذات مع الأستاذ وفضيلة الأستاذ حدوج فيما يتعلق بقضية الفقر ربما هناك بعض الأسر تخاف أن ربما يزيدوا أطفال لأن وضعهم أو الوضعية الاجتماعية لا تسمح بطفلين أو بثلاث أطفال هنا أي صريحة؟